اهلا بحضراتكم من جديد شفنا افعل التهبيل في مقالي ومقاله لكن يبقى الكلام الكثير في الغربال اسمح لي اقولك حاجة بسيطة اه هاخترع عليك اختراح اه الفقرة دي تناولها بلا تعليق لانها معلقة على نفسها بلا تعليق لان الخير ما شهد به عيسى وعيسى هو الزميل الكاتب الصحفي الاساس ابراهيم عيسى اللي الناس لازم ان تعرف رأيه في النادي الاهلي حقيقته في 13 ديسمبر 2012 13 ديسمبر 2012 في جريدة التحرير الجريدة اللي كان اصدرها الاساس ابراهيم عيسى وكان يرأس تحريرها وبالتالي كتب مقالة مهمة في هذا التوقيت في 13 ديسمبر كانت بعنوان ليت مصر كلها اهلي وحنشوف منتهى الانصاف والوضوح في رأي الاستاذ ابراهيم عيسى في النادي الاهلي القناعة قال اذا الاهلي هو النموذج الذي يجب ان نكون عليه الان جميعا الان يعني هذه الايام اخص بالاهلي النادي والفريق لا الجماهير فالجماهير جزء عكس لما نحن فيه ومنعكس على ما نحن فيه لكن الاهلي النادي والفريق حاجة تانية نحن امام مؤسسة منضبطة وصارمة النادي الاهلي نموذج ايضا في عدم الانسياق الى المزايدات انا بأرى لكم فقرات لان المقالة كبيرة النادي الاهلي يسير النادي الاهلي استطاع ان يشكل فريقا من المواهب والكفاءات ويحافظ عليهم ويحفظهم ويكلف مديرا فنيا وطنيا على اعلى درجات الكفاءة والاحتراف والمسئولية والخبرة فادار بالعقل والوعي وسط اجواء منفلتة منفعلة في بلد كله منفعلة في البلد كله فنجح بامتياز وبيتكلم على الظرف الثوري وحالة اللي كانت بتسوء وقت المقالة وقت المقالة في ديسمبر 2012 وبيقول النادي الاستاذ ابراهيم عيسى النادي الاهلي نموذج في المسئولية الوطنية فيؤدي مهمته من اجل البلد وسمعته وصورته ويهمه شرف بلاده واسم فريقه فلم يفلت لحظة ويساوي بين رئيس النادي وبيقول ليتنا كلنا نكون اهلوية في هذا الظرف نتمسك بالكفاءة والاحتراف ونعمل بمنتهى العزيمة والاخلاص ونرفض المبررات والحجج ونقاوم الفوضى والانفلات ونحافظ على وحداتنا ومهمتنا ونرفع من قدراتنا ونجدد عزيمتنا ونمجد بلدنا وبيقول الأستاذ ابراهيم عيسى في ختام مقالاته المطولة تحية لحسن حمدي ومحمود الخطيب وهشام سعيد ولحسان بدراوي ولنجوم الفريق وكل راجل أهلاوي أعطى درساً لنا في الكفاءة والتوحد والتصميم والنجاح وتشريف بلدنا بينهي مقالته محيياً الأهلي على كل هذا الأداء الرائع جداً وعلى التماسك اللي تمثلت به قلعة النادي الأهلي بقيامها الإدارية بسياساتها المنضبطة بقدراتها على التصدي لأي ظروف وبيقول الأهلي خرج من كل هذه الأنواع ثابت راسخ قوي لأنه عنده هذه القواعد الإدارية الصلبة والصنع طبعاً تختصرت الكلام فيه إشادات أكتر وأكتر بس فيها يعني إسقطات سياسية مش وقتها ما لنشل أدعوة بيها بالظبط بتاعة مرحلتها بتاعة مرحلتها طبعاً وكان يحيي النادي الأهلي على شجعته في مواجهة هذه المرحلة اللي كانت بتتجه بالبلد إلى اتجاه وهذا يعني الحقيقة المقالة دي أستاذ إبراهيم هي ترجمة صديقة لما كنت أقصده في الإنترو بتاعي وأنا أتحدث هل تكشف الأيام عن المصدور مش عارف إيه اللي أنا قلتها في البداية ده قال حتى على الأهل ولم تستنزفه محاولة دولة الإخوان جرجرت مسؤول النادي في تهم مالية وإدارية تشغل الناس وتضرب النادي بجمهوره وأبو أنصاره ما هنا بقولك إشارات واضحة ما الذي حدث إبراهيم مش عايزين نعلق أكتر من كده لأن حتى هو أشارة هي في المقالة دي نهاية تلك اللحظة التي أصدق فيها فعلا الأهل فوق الجميع هذا الشعار الذي يرفعه النادي الأهلي النادي الأهلي تفوق على أحزانه لو تتخال الأهلي كان عايش إيه وقتها أي وأبناؤه وقاوم فيه مواجهات حقيقية هذا الانفلات حوله وستطاع أن يحرز البطولات وأن يشرف بلده وقال لا ينساق في من أراد أن يحتويه بل قاومه وربع شعار الأهلي لا يخلط السياسة بالرياضة فيه سرامة فأي حد يقول غير كده جماعة يقول له فتكر اللي كنت بتقوله وفتكر إيه اللي هترجعه تقوله وليتنا كلنا أهلوية ده نص مقالة 13-12-2012 ليتنا كلنا نكون أهلوية في هذا الظرف نتمسك بالكفاءة والإحتراف ونعمل بمنتهى العزيمة والإخلاص ونرفض المبررات والحجج ونقاوم الفوضى والإنفلات ونحافظ على وحداتنا ومهمتنا ونرفع من قدراتنا ونجدد عزيمتنا ونمجد بلدنا هذه بعض اللحظات التي أصدق معها قيم الأهل وتسوابته وتقاليده ثم يتحدث كثيراً عن الفارق بين وحدة الأهل وقدرته وتماسكه كمؤسسة إدارية منضبطة في مواجهة كل هذه الأنواء وهذه العواصف ده كان رأيي الأستاذ إبراهيم عيسى بمنتقى الإنصاف أنا علشان بس الأجيال الجديدة بتظلم الأستاذ إبراهيم عيسى في رؤيته للنادي الأهلي هكذا كانت رؤية الأجيال الجديدة بتظلم الأستاذ إبراهيم عيسى لأنه مقاروش رأيه مقاروش رأيه هو ده الرأي أستاذ إبراهيم عيسى نرجو أن يثبت على هذا الرأي بس لأنك إنتم ما تيجي تقول لي كلمة لازم في اللحظة دي أنت كنت تعنيها ولا في اللحظة دي أنت تعنيها بس خلينا في دي خلاص أنا بصدقه وبحييه وبطلب منه أنه هو ده بنصدقه بالتاريخ 2012 لا وبحييه على رأيه وبشكره عليه بالعكس أنه هو أولا هو شيء ساب شيء موثق ومكتوب يستطيع أي أهلاوي أن يعود إليه وفي جريدة كان هو رئيس تحريرها وفي جريدة هو رئيس تحريرها والراجل كان بنتال إنصاف محطش أي حاجة ليه على خمشعره غير أنه شاف الأهلي في هذا الظرف كان عامل إزاي أشكرك أستاذ إبراهيم على ما قلته في 12 11 2012 ده كان كلام مهم جدا عن إبراهيم عيسى في ديسمبر 2012 ومقال ليت مصر كلها الأهلي ترجمة نانسي قنقر